رغم قلة عدد الإصابات المسجلة في العراق حتى الآن إلا أن لا أحد يستطيع إيقافة سنام الذعر من وباء كورونا الذي وضع الحكومة العراقية في اختبار صعب أمام الشارع الذي يبدو غير مقتنع بإجراءاتها خصوصا مع ترد القطاع الصحي طوال السنوات الماضية تم التوجيه بمنع التجمعات منعا كاملا ومنع أيضا الدخول والخروج من المحافظات التي فيها صارت إلا الحالات الضرورة القسوة تم إيقاف المدارس والجامعات من مستوى الحدث يعني إجراءات بداية بداية جدا ورقابة ماكو يعني حتى الموضوع الكمامات أن إجراءات وقائية من هذا الفيروس الصيدلات صادت بإجراء الكمامة بخمسة وبعشرة ارتفاع أسعار وسائل الوقاية رافق انتشار الذعر من كورونا فتضاعف سعر الكمامات خلال أقل من 48 ساعة عدة أضعاف وكذلك المعاقمات فضلا عن الأغذية والأدوية التي تحتوي على الفيتامينات التي تزيد المناعة ضد المرض الذي يعد الأخطر منذ سنوات صار التهافت على ارتداء الكمامات والمعاقمات هميلة وزارة الصحة حاولت تخفيف حدة الهلع من انتشار المرض بالتأكيد على أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وحجزت كل الذين تأكدت إصاباتهم بينما طالبت العديد من الجهات السياسية والشعبية بضرورة غلق الحدود وإيقاف الرحلات الجوية مع الدول التي انتشر الوباء فيها وتأجيل الفعاليات والتجمعات التي تشهدها المناسبات الدينية عادة يحل كورونا ضيفا ثقيلا على العراقيين حيث لجأ البعض منهم إلى الخرافات والوسائل البدائية لمواجهته كاستخدام الأحشاب التي يظنون أنها ستنقذهم من الإصابة من العاصمة العراقية بغداد ماجد حميد العربية ترجمة نانسي قنقر